أهلا بحضراتكم مرة تانية. خليني نبتدي كلامنا قبل ما نخش في المهم. نتكلم على مباراة الأهلي والمقصة مبارح في دور 16 متوط كاس مصر. والأهلي تأهل على حساب فريق هبط للدرجة التانية. بس الأهلي تأهل بصعوبة لملاقات فريق المقاولين في دور ربع النهائي من هذه البطولة. اللي أنا بشوف أنها بالتحديد البطولة دي مهمة جدا بالنسبة لجمهير النادي الأهلي. وهي بإذن الله بإذن الله تكون أقرب تعويض للجمهور عن الإخفاقات الأخيرة اللي لها أسبابها. تمام؟ فمهمة قوي أن احنا المرحلة الجاية جماعا نكون أفضل من كده بكتير. مهمة جدا. لازم الأداء يكون فيه تطور بشكل ملحوظ. لازم نحس أن فيه شكل الفرقة ملموس في الملعب. في التحديد في جانب الهجومية. كسبنا طبعا الحمد لله التأهل هو الأهم. خصوصا في بطولة زي دي بطولة كاس مصر وارد جدا فيها مفاجآت. لكنك في نفس الوقت كنت بتلعب فرقة هبطت للدرجة الثانية بشكل رسمي. فرقة برضو خلقت لنفسها دوافع أنها طبعا بتلعب النادي الأهلي دف حد ذاته دافع. بتحاول تسوى نفسك كلاعيب موجود في فريق هبط للدرجة الثانية. كمان الدفع الإضافي أنك بتلعب في بطولة كاس مصر وارد فيها جدا لمفاجآت. وفي الحقيقة احنا كنا يعني على وشك سيناريو صعب جدا بالنسبة لنا في حالة وصولنا للأوقات الإضافية. وبالتالي كان من وارد جدا أنك تلعب ضربات جزاء فما تضمنش بقى حاجة يعني. فالحمد لله ربنا كرمنا بهدف لرمي ربيعة اللي ماشي بشكل كويس جدا مؤخرة من ضربة جزاء صحيحة مليار في المية. وحكلم على ضربة جزاء دي في التحديد تمام. ويعني بشكل أو بآخر الأهلي تأهل هو ده الأهم يعني بصراحة. أو في لعبين مميزين تألقوا في مكاسب أوكي لكن برضو في حاجات تانية محتاجة شغل كتير جدا. وإحنا عارفين أن إحنا دلوقتي في مرحلة بأهداف مختلفة. مرحلة بتحاول أن أنت تشوف فيها الأمور ماشية إزاي. مين حيكون معاك السنة الجديدة؟ مينش حيكون معاك؟ مين حتطلق عارة؟ مين حيكمل؟ مين حتبيعه؟ المراكز اللي أنت حتبقى محتاجة فبالتالي تسعى لتعاقد مع بعض اللي عابين فيها. كل دي حسابات دلوقتي في زهن سوارش بالتنصيق مع المسؤولين على كرة في النادي. ونأتمنى لهم يا رب كل التوفيق. كل التوفيق في اتخاذ القراراتي وصائبة لتكون في صالح الفرقة. وإحنا متأكدين ومواصقين في كده مليار في المية. لكن أكيد أكيد بعد مطش الاتحاد اللي عملنا فيه أداء جيد ونتيجة كبيرة ومطش المصري اللي عملنا فيه نتيجة كويسة. الأداء ما كانش أدي كده لكن برضو كسبت بروح عالية في مطش المصري. كنت أتوقع وأأمل أننا مبارح وأنا زي زي جماهير نادي الأهلي كلهم كنا نتوقع ونأمل أننا نشوفوا أداء الفريق بشكل أفضل. خصوصا أن أنت بتلعب فرقة مع كامل الاحترامي لها. هي فرقة يعني ما عندهاش أي مقاومات تقدر تقلقك يعني من خلالها. يبقى الأهم إيه هو أن الأهلي تأهل بشكل رسمي. الفرقة بتواصل تدريباتها أو تستقنف تدريباتها بشكل مباشر على طول استعدادة لمبارات إسترد كومبيني. اللي هتكون صعبة جدا يوم الأربع بعد بكرة في الدوري. مطش صعبة بتلعب فرقة عندها مدرب مخضرم زي الكابتن علي عبد العال عنده خبرات الدوري. ممتاز فرقة بتتشبس بأمال البقاء في بطولة الدوري. فلازم أنت تكون مجاهز نفسك بشكل كبير أو المطش ده. وبإذن الله نظهر بشكل أفضل من كده بكتير بمراحل. مش بكتير ده بمراحل بإذن الله تعالى يعني. ومن الوارد في اعتقاد الشخصي يعني أن السبب في المستوى الأهلي بالشكل ده هي التغيرات الكتيرة في التشكيل. وبرضه ربما يكون ده توجه من عند سوارش عشان بيستكشف عناصر وبيقف على مستوىات البعض الآخر. فده ممكن يكون مبرر بالنسبة له يعني. فإن شاء الله نتمنى له هو التوفيق كمدرب مع الفرقة. فمرحلة صعبة جدا. ونتمنى للفرقة كلها إن شاء الله بإذن الله التوفيق والعناصر الموجودة. وبإذن الله تعالى القادم يكون أفضل بكتير بالنسبة للنادي الأهلي. هنتكلم على حاجات كتير جدا وطبعا دي لقطة الهدف. هدف الأهلي مبرح لرامي ربيع من ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس. لو في حاجة أوضح من الشمس ممكن نقولها يعني. الموضوع مش محتاج خالص يعني. مش محتاج خالص أصلا فار. يعني هو مفروض أصلا نشرح الفار بس هعلق برضو على وقع الفرحان في الجزئية دي. خلينا نتجاوز المباراة ونرجع ونتكلم على بعض الأمور المهمة جدا. ونركز مع بعض في الكلام اللي أنا هقوله لكم دلوقتي حالنا بخلاف الجزئية دي. يلا نتقطع دي ونرجع.